السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيال ودرس جديد من درس برنامج لستريت تورسيسي 2017 للمبتدئين درسان نهاردة هنشرح فيه او هنعمل شعار او لوجو باستخدام البانل الباث في اندر بانل الدرس الفاتت شرحنا الباث في اندر بانل وكلمنا عنها وعن تطبيقاتها وعن العلاقات اللي هي بتطلع منها عن طريق الدمج ما بين الاشكال وبعضها فالنهاردة درسنا هيكون عن تطبيق عملي هنستخدم فيه فقط الباث في اندر بانل تابعوني اول شي هنفتح اليستريتور وهنروح هنا نرسم دايرة بالشكل ده انا بالوقتي هتغط مصطرة عشان احرك الدايرة قبل ما سيب ايدي من على الماوس انا هنا رسمت عندي دايرة بالمنظر ده هاخد منها نسخة تانية باي طريقة ان كان تاخد منها نسخة سواء كنترول سي كنترول في سواء تروح تضغط هنا وتتعلم كوفي وادن تقوله بيست او ان انت تستخدم الكوبوردة عن طريق Alt وتسحب هيطلع معك نسخة تانية النسخة التانية اللي هتطلع معي هصغرها شوية بالطريقة دي وحاول ان هي تكون لو جيت كده اعملت مسطرة تكون مع دايرة السنتر بتاع الدايرة الاولينية يعني دا السنتر بتاع دا الاولينية انا هخلي الدايرة التانية تعدي السنتر بتاعها وسأقللها شوية من تحت بالمنظر ده وهاخد منها نسخة تانية عن طريق برضو الضغط على Alt برضو خلينا راجع وراجع سريع على ال Align Panel لو انا عايز الدايرة دي تبقى في محاذات الدايرة دي والدوائر دي كلها في المنتصف اعمل Select على كل الدوائر Align اعمل لهم Artboard Center يبقى انا كده ضمنت ان كلهم Center او محاذاة مع ال Artboard هاخد نسخة تانية من الدايرة الصغيرة وعمل لها Rotate بالمنظر ده واخد منها نسخة تحت كمان بالمنظر ده يبدأ عندي اربع دوائر لو عملت سعليهم Select بشكل كامل ونذهب لقائمة Pathfinder Panel هنفتحها واختار الاختيار اللي هو طبعا نعمل Select على كل الدوائر هنا رسمتها اختار Divide وقلت لكم الدرس اللي فات ان اهم ادتين في Pathfinder هتلاقيوها اللي هي Unite وال Divide وال Trim وده اللي احنا نستخدمهم بالفعل في الدرس ده هضغط على Divide لو تلاحظوا هدل الوقت يقسم لكل الاشكال دي قطعة كل واحد قطعة الحاله هضغط هنا Click Mean وعمل On Group لو تلاحظوا كل قطعة بقتل واحدها هعمل تراجع ثاني هبتدي بقى اعمل تراحم او Unite او دمج لبعض الاشكال من التقطعات التي ظهرت معي يعني همسك الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده وعمله دمج 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 Unite دمج وده اللون ده دمج امسك الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده وعمله دمج وده الدمج دمج دمج ادي بعض الاوبشنات الزيادة عشان اعمل شكل جمالي وليكن انا هصمم لوجه دلوقتي ممكن بقى طبعا اوكي الشكل عندي جميله كويس بس ممكن ادي له بعض الزيادات وان انا اعمله اوت لاين خفيف يدي له شكل ثلاثي الابعاد شوية فالطريقة دي اعمل ازاي هاخد ممكن اخذه معي هنا كده في الجنب تمام واخلي الشكل ده بس فقط له اوت لاين اختار الايدروبر شفته انا هنا ها اعكس هوا كان الفيل اللي واخد لون لا انا ها اعكس هنا واخلي اللون فقط على الاوت لاين وازوده شوية كده وعمله كنترول جي جروب وعمل الشكل ده برضه كنترول جي جروب وامسك الاثنين مع بعض اشمل ان هما يبقوا فوق بعض في الزبط من المحاذاة هنا اجعل الاين توارت بورد واخليه اصبح ان اعملت اوت لاين خارجي كده اداله شكل جمالي شوية ممكن برضه اعمله ضل خفيف ان اخذ كده اضل ده بالمنظر ده واقعلي الواسطة بتاعه شوية شفافية بالشكل ده ممكن اصغر الشكل ده شوية واجيبه هنا كده في الجنب برضه وانراجع ما راجعة بسيطة جدنا على عداة الـ type tool واجه على عداة الـ type tool واكتب مثلا logo design واجيبه هنا كده في الجنب فاكرين في الدرس الـ type tool قلتلكم ان عندنا هنا في الفونت style في بعض الاشكال للفونت منها البولد والايتاليك والعادي فانا ممكن استغل الكلام ده بحس انه يديني شكل جمالي للوجو بتاعي انا سيء مثلا اخلي بولد كلمة لوجو وكلمة design ممكن اخليها رجل عادية اديني شكل زي ده بس انا شايف ان دي بولد زيادة عن اللزوم فممكن امسكها كده واخليها مثلا اوكي تمام كده كويس وممكن برضه اكتب كلمة تحت مثلا slogan here واسغرها كده واخليها نفس الفونت ده احطها هنا بالمنظر ده ممكن عشان املأ الفراغ اللي عندي ده ممكن اجيب بلاين خط كده وارسمه اديني لون سود مثلا واغير هنا البروفايل بتاعه اخليه مثلا وليكن الشكل ده اديني برضه شكل جمالي كويس معايا وطلع عندي اللوجو ده ممكن برضه اعمل بجرة واند كده بالمنظر ده اديها مثلا لون زي ده هنزلها تحت click mean arrange send it back واخليها مثلا اختار لها هنا مثلا شفافية وليكن او اخليها ابيض من هنا اخلي اللون ده مختلف كده اخلي اللون ده مختلف كده اغير الزب بتاع gradient كده مثلا اغير اللون ده حسب ما انت شايف وحسب ما انت عايز خلينا في اللون ده انا شايفه انسب واجمل في النهاية طلع عندي لوجو بالمنظر ده استخدمنا فيه ادات الباث فاندر بانل زي ما قلنا وفي نفس الوقت راجعنا على داتة gradient وراجعنا على ادات ال type tool التطبيق الثاني معي النهارده اذا انا هرسم لوجو برضه باستخدام الباث فاندر بانل ارسم برضه دايرة بالمنظر ده واجيب دايرة تانية فوقيها هنا كده امس لك تاعد دايرتين واروح للويندو باث فاندر اختار المرة دي الماينس فرونت ولكن هضغط على alt كما تعلمنا درس اللي فات بحيث ارى الشكل لحد ما استقرر على ما اريده وبعدين اقول له نفزه انا بحرك دلوقتي الدايرة اللي هي مفروضة تقطع من الدايرة السوداء اللي وراء لحد ما استقررت واللي اقن على الشكل ده اعمل عليه تحديد ال 2 expand وامل select على الشكل ده click mean transform reflect وامل له copy يعني اعمل له انعكاس بالشكل ده وامل شكل الناتج ده فوق شوية وامل له click mean arrange واخلي send it back انا رجعت الشكل ده بقى تحت الشكل ده وامسك الشكلين دول احددهم واجه اعمل له trim طبعا اي ناتج ينتج من الادوات دي لازم اعمل له click mean ungroup لانه بيبقى group وامسح ده مش محتاجه همسح ده مش محتاجه بس انا اريد الشكل ده هبتدي ابعده كده شوية عن الشكل الناتج عندي بالمنظر ده خلاص اقف البث في اندر مش محتاجها وارسم دايرة صغيرة هنا كده مثلا طلع عندي شكل بالمنظر ده هبتدي بقى اديله الالوام بداعتي عشان اديله شكل جمالي شوية طبعا ممكن تتحكم في gradient حسب ما انت عايز كده ممكن اعلم select على كل ده واخد منه نسخة تانية بالضغط على shift و alt عشان نسخة تانية في نفس المحاذاة وخلي الشفافية بتاعتها وليكن مثلا 14% بالمنظر ده ممكن كمان اعمله ضل خفيف هنا كده ولكن اخلي الضل ده طبعا black and white هنا اخليه ابيض وابتدي اتحكم فيه بالمنظر ده ممكن اقليله شوية انا رسمت عندي شكل جمالي بالمنظر ده برضو بعدات ال pathfinder panel ممكن التكست اللي انا كنت كاتبه في الدرس اللي فات ممكن اجي اجيبه معي هنا انا كنت وعده copy ونزلت معي best ونزلت واعطه كده وارسم background اغيره بالمنظر ده وده الوقت اغير الزاوية بتاع الجريديانت بتاعي طبعا اغير الاسود ده ما شعجبني خليه اي لون تاني حسب ما انت عايز وحسب زوءك دي بترجع لك انت تجد يتحكم في اللون حسب ما انت شايفه وحسب اللي ينسبك وحسب زوءك طبعا وليكن انا شايف ان اللون ده كويس اوكي مناسب معايا بس الزاوية مش عجباني خليني انزلها تحت كده شوية في النهاية هينتج عندي شكل او لوجو بالمنظر ده برضو استخدمت فيه ادوات بسيطة وهي الباثفيندر بانل مع التكست مع الجريديانت داني لوجو بمنظر جمالي طبعا محتاج منك ان انت تطبق بعض الاشكال من دماغك تخيل انت ابدع من عندك دي بس طريقة بسيطة انا بعرفك ازاي ان انت تبتدي وازاي ان انت تنشئ لوجو او تنشئ اشكال عن طريقة دات الباثفيندر بانل الباقي لك طبعا شوف كتير تفرج على اللجاهات ابتدي ننفذ ابتدي طبع بكادر رسالة النهاردة يكون انتهى انتظروني ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته